طلاب الصف السابع أهلا وسهلا بكم في القسم الثاني أو الجزء الثاني من درس عناصر الطقس في الحصة السابقة تحدثنا مع بعض عن عناصر الطقس الرئيسية وحكينا أنه هي عبارة عن ثلاث عناصر رئيسية اللي هي درجة الحرارة زي ما أنتم شايفين الرياح والضغط الجوي تحدثنا عن درجة الحرارة وحكينا أنه في عندي مناطق كثير بتكون مختلفة طبعا في درجات الحرارة حسب درجات الحرارة العظمى ودرجات الحرارة الصغرى فمثلا على سبيل المثال الأردن مناطقها المختلفة فيها اختلاف بدرجات الحرارة في نفس الوقت وهذا معناه أنه كل منطقة بتتأثر بدرجات حرارة معينة بالاعتماد على ارتفاع عن سطح البحر وحكينا كل ما ارتفعنا عن سطح البحر يعني باتجاه المناطق الجبلية فإذا هون رح تنخفض عندي درجة الحرارة وذكرنا أنها علاقة عكسية حكينا دائما أنه الراصد الجوي بيقوم بخياس درجة الحرارة أكثر من منرة بنفس المنطقة طبعا بيسجل عند ارتفاع مترين عن سطح الأرض يعني مجرد ما أنا ارتفعت مترين عن سطح الأرض بيبلش الراصد الجوي يعطيني أكثر من مرة درجات الحرارة المتوقعة في هاي المنطقة وأكبر دليل على هذا الحكي بتلاحظوا مرات أنه إحنا عندنا الابليكيشنز اللي موجودين عندنا على التليفون لما منحاول كل شوي نعملهم أبديت لدرجات الحرارة اللي رح تطلع عندنا بتلاحظوا أنه كل شوي عم تتغير مرات بتقولوا عطاني أنه بكرة مثلا في مطر بعد تقريبا ساعتين تلاتة بتلاحظوا أنه قالك ما في مطر راح يعني التوقعات بتشر أنه ما في أمطار درجات الحرارة مثلا بكرة كان 17 بعد شوي بتلاحظ أنه صارت لك لا احتمال تكون 19 أو 20 فدرجات الحرارة بتظلها تتغير باستمرار وأي راسة جوي بيكون عند ارتفاع مترين من سطح الأرض بيقوم بقياس درجات الحرارة بشكل مستمر لأنها بتتغير العامل الثاني اللي بلشنا نحكي عنه الحصة السابقة اللي هو الضغط الجوي وحكينا الضغط الجوي هو عبارة عن وزن الهواء الملامس للأرض وزن عمود الهواء هذا الملامس للأرض بيأثر بقوة على سطح الأرض على مساحة معينة من الأرض فبيعمل لي عليها الضغط أي قوة وإحنا بالفصل الأول بشكل عام درسنا إنه وحد قياس الضغط إما نيوتل لكل متر مربع أو باسكال وهلأ رح ناخد أمثلة أكتر عن موضوع الضغط الجوي بس إحنا ذكرنا عدة أمثلة عن موضوع الضغط الجوي قلنا الماصة وعندنا اللي هي الإبريلي إحنا بنحكي عنها بالعامية سرينجة قلنا لما منسحب الهواء من داخلهم بيخف بما أنه قل الهواء داخلهم إذا نخف عندي الضغط فبالتالي لما يقل الضغط بصير الضغط بره على السائل خارج الشلمونة أعلى فإشي طبيعي السائل رح ينتقل من منطقة الضغط الأعلى إلى منطقة الضغط المنخفض نفس الشي الدواء بصير الضغط عندي على السائل بره السرينجة هون يعني الضغط عليه أعلى وأنا هون جوه السرينجة خففت الهواء إذا خففت الضغط فرح ينتقل عندي الدواء من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض اللي هي داخل الإبريلي وتعرفنا كمان أنه تعريف الضغط الجوي اللي هو وزن عمود الهواء الممتد من سطح الأرض إلى نهاية الغراف الجوي عمودياً على وحدة المساحة يعني قديش هذا الهواء بيأثلي بقوة على سطح الأرض وقلنا يقاس بعفون هون يقاس بعدة أجهزة إما باروميتر زئبقي أو باروميتر فلزي وشرحنا شو العوامل اللي بتأثلي على الضغط الجوي حكينا الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر والحرارة بالنسبة للانخفاض والارتفاع عن سطح البحر حكينا أنه أنا كل ما ارتفعت عن سطح البحر أي سطح البحر كل ما ارتفعت عنه طول هذا العمود لحظه هنا العمود كان طويل هون قلي شوي هون صار أقل أكثر فكل ما قل طول العمود أي بمعنى أنه خف ضغط الهواء فإذن كل ما قل ضغط الهواء متى قل لما أنا زاد ارتفاعي إذن العلاقة عكسية بيزيد الارتفاع بيقل الضغط وحكينا عنا هون علل بتعلله كمان في عنا العامل الثاني اللي هو الحرارة إنه أنا كل ما ارتفعت عندي درجة الحرارة مبارح وضحنا هاي العلاقة اللي إلها دخل في درسنا اليوم إنه أنا كل ما زدت درجة الحرارة جزيئات الهواء رح تتباعد رح يخف التراس رح يصير الضغط خفيف وزن هذا الهواء كتير خفيف ضغطه إيش ماله رح يقل عندي إذن العلاقة حكينا إنها علاقة عكسية وهلا رح ندرسها بشكل أكثر بتلاحظوا كمان إنه مرات كتير بالنشرات الجوية منشوف مثل هاي الرسومات رح تيجي تحكي لي إيش يعني هاي الأرقام وإيش يعني الرمز اللي والرمز إيش هاي عبارة عن خطوط بيسموها خطوط تساوي الضغط شو يعني خطوط تساوي الضغط يعني إنه جميع المناطق يا سابع اللي واقع على الخط الواحد على المنحنة الواحد هي عبارة عن مناطق تتساوي في قيم ضغطها يعني مثلا أسبيل المثال عندنا المنحنة الخارجي زي ما أنتوا شايفين عنده الرقم ألف إذن الرقم ألف هذا معناه إنه جميع المناطق التي تقع على هذا المنحنة قيام الضغط الجوي عندها اللي هو ألف يا إما بقول باسكال أو مليبار أو اللي هو نيوتلا كل متر مربع اللي هي ويحط قياس الضغط بنتقل أنا هلأ بدي أنتقل من الخارج إلى الداخل لاحظوا كان ألف الضغط بعدين صار تسعمية وخمسين يعني جميع المناطق الواقعة على المنحنة قيم الضغط عندها تسعمية وخمسين لو أنتقل للمنحنة الداخلي رح تلاحظوا أنه عنده رقم تسعمية يعني كل المناطق الواقعة على هذا المنحنة هي عبارة عن مناطق قيم الضغط عندها تسعمية لو جيت سألتك هل القيم عم تزداد كل ما اتجهت للداخل للمركز واللي عم بتقل رح تقول لي عم بتقل فعشان هيك هم بيحطوا عليها الرمز L يعني Low Pressure يعني منطقة هيها Low Pressure Low Pressure يعني منطقة Low معناها منخفض و Pressure معناها ضغط إذن منطقة ضغط هيها Low Pressure إذن Low منخفض Pressure معناها ضغط إذن منطقة ضغط منخفض برمزولها بالرمز L مش معقول أكتب المصطلح كامل فبيحطوا الرمز L هاي المنطقة هي منطقة ضغط منخفض تمام لو جينا الرسمة الثانية برضو فيها خطوط تساوي الضغط أي هي خطوط تصل بين جميع المناطق التي تتساوي في قيم الضغط رح نلاحظ برضو رح نمشي من الخارج إلى الداخل ونشوف جميع المناطق اللي على المنحنة الخارجي تصل بين مناطق قيم الضغط عندها تسعمية إذن تقلت للمنحنة الثانية رح تلاحظوا إنه تسعمية وخمسين إذن تقلت للمنحنة الثالث رح تلاحظوا إنه قيم الضغط صارت ألف إذن قيم الضغط آده كل ما اتجهت للداخل للمركز هل عم بتقل ولا عم بتزيد تسعمية تسعمية وخمسين ألف عم بتزيد إذن بيسموها مناطق high pressure شي يعني high pressure يعني high يعني عالي وpressure يعني ضغط يعني منطقة اللي هي ضغط عالي أو ضغط مرتفع وبرمزولها بالرمز H إحنا دائماً بناخد منها الرمز H والمنخفض عم ناخد منها الرمز L إذن كل ما اتجهت للداخل إذا قيم الضغط عادي عم بتقل معناها أنا في منطقة ضغط جوي منخفض إذا كل ما اتجهت للداخل قيم الضغط عادي عم بتزيد إذن أنا في منطقة اللي هي ضغط جوي مرتفع هاي الخطوط اللي إحنا شفناها بسموها يا سابع خطوط زي ما أنتوا شايفين خطوط تساوي الضغط خطوط تساوي الضغط هي تعريفها اللي هي عبارة عن خطوط تصل بين جميع النقاط ذات الضغط المتساوي هاي هي خطوط الضغط في عندك هون استكشف وأفسر طبعاً أنا حليتها اللي حابب أنه يحلها عم بقولك وصلي بين نقاط الضغط المتشابهة رح تلاحظوا أني أنا هون وصلت بين تسعمية 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 وصلت بينهم بمنحنة واحد لأنهم نفس قيمة الضغط باجي بعدين هي عندي النقطة هاي تسعمية وخمسين بروح لتسعمية وخمسين البعديها وهكذا لما أوصل بين نقاط كلية تسعمية وخمسين يعني ممنوع أضملها مثلاً قيمة ألف وممنوع أضملها قيمة تسعمية هي المناطق ذات ضغط اللي هو ألف نحكي ملي بار يقاس فإذن هيك أنا عملت خطوط تساوي الضغط بدي أحدده هل هو منطقة ضغط مرتفع ولا ذات منطقة ضغط جوي منخفض بلاحظ القيم بقول أنا كل ما اتجهت للداخل للمركز عندي ألف تسعمية وخمسين تسعمية إذن القيم قاعدة بتقل إذن أنا في منطقة لو بريشر حرف L اللي هي منطقة خطوط تساوي ضغط منخفض جوي أو منخفض جوي مظبوط اللي هو عبارة عن منطقة ضغط جوي منخفض هذا بالنسبة ل اللي هو العامل الثاني اللي هو الضغط الجوي هلأ من ننتقل العامل الثالث أو العفوان العنصر الثالث من عناصر التقص اللي هو الرياح حكينا شوي تقريبا عنه شو اللي بيصير عندي لما بتنشأ الرياح يعني أنا الرياح عندي كيف تتكون شو السبب اللي يخلى اليوم والله مثلا نحكي فيه رياح قوية مبارح ما كان فيه نسمة هوا أبدا السبب اللي بيخلي الرياح تتحرك من مكان للتاني هو عبارة عن وجود مناطق ضغط منخفضة ومرتفعة يعني اختلاف في قيم الضغط في نفس المنطقة كيف يعني اللي بيصير عندي يا سابع انه مثلا أنا عندي هاي منطقة ضغط جوي مرتفع وهاي عندي منطقة جوي ضغط جوي منخفض واتفقنا منطقة الضغط الجوي المنخفض برموز لها بالرمز L ومنطقة الجوي الضغط المرتفع برموز لها بالرمز H لما احكي انا عندي ضغط مرتفع يعني وزن عمود الهواء جدا تقيل وزن عمود الهواء جدا تقيل شو يعني تقيل يعني عم بنزل قاعد عم بضغط بقوة على سطح الأرض له وزن لهذا الهواء بشكل جدا قوي عشان هيك في عندي ضغط مرتفع على سطح الأرض وزن العمود الهواء كتير عالي وهذا ممكن يكون الهوة في المناطق حكينا القريبة من سطح الأرض زاد ضغط الهواء عندي زاد ضغط العمود الهواء عندي ليش فالهواء رح ينزل إلى الأسفل على شكل طيارات حمل هابطة إذن عندي الهواء بارد تمام طبعا ليش عندي ضغط مرتفع عندي هواء هابط فلما بدو ينزل الهواء الهابط الشي طبيعي الشي اللي بدو يهبط ينغمر دائما كثافته عالية ومين اللي كثافته عالية الهواء الساخن ولا البارد لا طبعا الهواء البارد أخذناها إذن الهواء البارد رح ينزل للأسفل لأنه الهواء البارد دائما كثافته أعلى لإشي البارد دائما كثافته أعلى نزل للأسفل الهواء إذن الهواء بلش يضغط عندي على سطح الأرض بقوة جدا عالية عمل لي منطق الضغط جوي اللي هي عالية منطق الضغط جوي عالي نزل الهواء وبلش الهواء يكون بارد فأنا بديك تعرف أنه لما بيكون في عندي ضغط جوي عالي والهواء هابط عندي للأسفل ليش هابط الهواء لأنه بارد معناها منطقة درجات حرارة منخفضة يعني أنا ما يكون عندي الجو شيء تبقوا المناطق ضغط جوي مرتفع مش مرتفع جوي يعني أنه درجات حرارة عالية لا أنا بحكي عن ضغط ما عم بحكي عن حرارة لما أحكي منطقة ضغط مرتفع يعني الهواء فيها ضاغط بقوة هائلة على سطح الأرض الهواء ضاغط فيها بقوة هائلة على سطح الأرض ضغط مرتفع يعني وزن عمود الهواء اللي ضاغطلي على مساحة الأرض جدا عالي ليش عالي ونزل معناها الهواء هذا بارد لأنه معناها كثافته عالية مدام الهواء هذا بارد معناها أنا في منطقة هلأ باردة درجة حرارتها مالها منخفضة تمام؟ لما أحكي عندي منطقة ضغط جوي منخفض منطقة ضغط جوي منخفض هاي منطقة الضغط الجوي المنخفض يعني أنا ما عندي هواء كتير عم بضغط على سطح الأرض مش حكينا ضغط الجوي اللي هو الضغط عمود الهواء أنا ما عندي هنا كتير هلأ هواء عم بضغط عندي على سطح الأرض ما عندي هواء عم بضغط كتير على سطح الأرض معناها أنا عندي هنا الهواء قاعد عم بصعد للأعلى بصخن و بصعد معنا كلمة بصخن و بصعد يعني منطقة درجة حرارتها عالية الهواء قاعد عم بصعد وإحنا حكينا الهواء لما بيصعد لأنه ساخن معناها كثافته مالها قليلة إذن بقول هواء منطقة في درجة حرارتها مرتفعة هذا الهواء إذا المنطقة درجة حرارتها مرتفعة رح يتسخلي الهواء الملامس لسطح الأرض الهواء رح يرتفع درجة حرارته لأنه قريب من سطح الأرض والمنطقة أصلا حارة رح يتمدد هذا الهواء تتباعد جزيئاته يخف الطراز رح يرتفع إلى الأعلى لأنه صارت كثافته قليلة على شكل تيار حمل صاعد تمام إذن ديروا بالكم لما بحكي منطقة ضغط منخفض أو ضغط مرتفع أنا لا أقصد فيها درجات الحرارة قاعدة عم بقصد فيها وزن عمود الهواء فهي اللي حبي فما هي بالعكس كل ما قلت منطقة ضغط جوي مرتفع يعني الهواء عم بضغط كتير على سطح الأرض عمود الهواء عم بيأثر بقوة عالية معناها الهواء قاعد بنزل الهواء هاد ليش قاعد بنزل لأنه بارد معناها هاي المنطقة هلأ باردة درجات حرارتها منخفضة إذن دائما المنطقة ذات الضغط الجوي المرتفع هي عبارة عن مناطق درجة حرارتها منخفضة المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض يعني اللي فيها الهواء ما عم بيأثر بقوة كتير عالية على سطح الأرض معناها هاي المنطقة الهواء فيها قاعد عم بصعد لأعلى ليش بصعد لأعلى معناها عم بتسخن إذن هاي المنطقة درجات الحرارة فيها عالية هلأ لما صار عندي منطقة ضغط جوي منخفض الهواء عم بصعد للأعلى لأنه كثافته جدا قليلة تمام لأنه الحرارة مرتفعة عم بصخن بتقل كثافته برتفع للأعلى عمل لي منطقة ضغط جوي منخفض يعني بطل الهواء يضغط كتير على سطح الأرض لأنه قاعد عم برتفع للأعلى وهاي المنطقة درجة حرارتها منخفضة تمام درجة حرارتها منخفضة باردة فالهوى قاعد بارد ما في اشي سخنه فبيظل مؤثر بقوة على سطح الارض بما انه اثر لي على سطح الارض بقوة عالية اذا هو ذات ضغط جوي مرتفع هعيدها للمرة الاخيرة اللي ما فهمها شو تأثير الرياح اوكي شو علاقتها بدرجات الحرارة وبالضغط الجوي هاي منطقة باردة اصلا حرارتها منخفضة وهاي منطقة حرارتها مرتفعة هاي المنطقة اللي حرارتها مرتفعة سخنتلي الهوى الهوى لما سخن اتمدت قلت كثافته ارتفع للأعلى بطل في عندي هوى عم بضغط لي على سطح الارض اذا الضغط انخفض تمام الضغط انخفض هاي المنطقة درجات حرارتها منخفضة يعني عبارة عن مناطق باردة قاعد الهواء الملامس لها جدا بارد فبدي يضلوا هابط على سطح الارض ما في اشي سخنه يرتفع للأعلى بدي يضلوا هابط فقاعد عم بضغط الهوى بقوة على مساحة الارض اذا عم بعملي منطقة ضغط جوي مرتفع اللي بيصير عندي لما يصير عندي اختلاف في قيم الضغط بين منطقتين مختلفتين يا سابع بصير الهوى يتحرك من منطقة الضغط المرتفع لمنطقة الضغط المنخفض ركز ما قلت دمراجات الحرارة برجع بقوله الضغط رح ينتقل من المنطقة اللي الهوى بتضغط فيها بشكل عالي على سطح الارض اللي هي الضغط المرتفع للمنطقة اللي الهوى فيها عمود الهوى هد ما عم بتضغط لي بقوة على سطح الأرض هي منطقة الضغط المنخفض إذن مرة تانية الهواء دائما رح ينتقل عندي من منطقة الضغط المرتفع لمنطقة الضغط المنخفض تمام؟ شو أثر درجة الحرارة في الضغط الجوي؟ درجة الحرارة بدها تسخلي الهواء كل ما زادت درجة الحرارة وسخنتلي الهواء الملامسة سطح الأرض الهواء بده يسعد للأعلى بطل فيه الوزن إذن خفض ضغط بطل عندي ضغط صار ضغط منخفض وكل ما كانت الحرارة باردة مش عم بيسخلي الهواء الهواء بده يضلوا هابط على سطح الأرض لأنه وزنه تقيل كثافته تقيلة فعم بدي يؤثر بقوة وزن عمود الهواء قاعد هذا عم بيزيد ضغطه بيزيد قوته بتزيد إذن منطقة الضغط مرتفع إذن الحرارة والضغط علاقة عكسية بتزيد درجة الحرارة بتسخن برتفع الهواء بيقل الضغط أما إن خفضت الحرارة بتبرد الهواء بده يضلوا هابط فإذن عم بيزيد الضغط إذن علاقة عكسية شو أثر اختلاف قيم الضغط الجوي يعني ما يكون عندي اختلاف في قيم الضغط الجوي شو بده يصير عندي؟ بده يصير عندي حركة للرياح دائما الهواء بده ينتقل منطقة الضغط المرتفع لمنطقة الضغط المنخفض هذا هو سبب نشأة أصلا الرياح بهمني تعرف كل ما كان الفرق بينهم أعلى كل ما كان الهواء أسرع عشان هيك مرات بقولك تبلغ سرعة الرياح كذا كيلومتر في الساعة تاني يوم بتلاقيها أسرع تالت يوم بتلاقيها أبطأ شو اللي بيخلي مرات سرعة الرياح عالية ومرات سرعة الرياح بطيئة اللي بيخلي بلعب بسرعة الرياح اللي هو عبارة عن قيم الضغط كل ما كان الفرق بينهم أعلى يعني هذا انخفاض شديد وهذا ارتفاع في الضغط عالي بتكون حركة الرياح عندي أسرع يا سابع نيجي هلأ لشغلتين أخدتوهم انتوا بصف برضو خامس اللي هي الأجهزة المستخدمة لقياس سرعة الرياح واتجاه بداية هاي كل الحكي اللي حكيته عن شرح الضغط الجو المنخفض الضغط الجو المرتفع موجود عندك بصفحة 138 عم بيحكي لك شو سبب نشأة الرياح واللي بيخليها تتحرك أفقيا بيحليها تتحرك أفقيا دائما بيهم من منطقة الضغط المرتفع لمنطقة الضغط المنخفض اللي هي الأسباب اللي شرحناها كيف الحرارة عم بتأثر فيها وهاي الملاحظة اللي حكيناها كل ما كان فرق الضغط بين منطقتين أكبر كانت سرعة الرياح أكبر بهني هلأ نعرف شو هم آخر جهازين احنا بنستخدمهم يا سابع لقياس سرعة الرياح واتجاه الرياح بداية اتجاه الرياح زي ما أنتوا شايفين كيف منحدد اتجاه الرياح عبارة عن جهاز اسمه جهاز سهم الرياح الدوار هو عبارة عن جهاز بيكون بيلف مكون من رأس مدبب سهم وعندي بالخلف صفيحة بتكون هذا الهوى يضرب بهاي الصفيحة من الاتجاه اللي جاي منه فبالتالي السهم هذا رح يقشر لي على من وين جاي من أي جهة من الجهات الأربعة جاي عندي الرياح فإذا عشان هيك بتلاحظوا مرة تقول لك رياح شمالية رياح شرقية رياح شمالية شرقية رياح جنوبية غربية يعني مين اللي حدد لي هذا الاتجاه اللي حدد لي اللي هو السهم الدوار جهاز السهم الرياح الدوار أما مين اللي بيحدد لي سرعة الرياح اللي بيحدد سرعة الرياح اللي هو جهازه يسمى الأنيموميتر شرحنا عنه بصف خامس هو عبارة عن جهاز يتكون من شبه صحون يعني هاي الصحون طبعا بتكون اللي هي مجوفة لحتى تقدر اتقيس لسرعة الرياح طبعا مبدأ عمله مش مطلوب منه بهمني تعرف شو اسمه اسمه جهاز الأنيموميتر لو انتقلنا مع بعض يا سابع بس للتقويم والتأمل عنا املأ المخطط الآتي فيما يخص الضغط الجوي تعريف وعرفناه هو وزن عمود الهواء الممتد من سطح الأرض وحتى نهاية الغلاف الجوي تمام على مساحة معينة طبعا من سطح الأرض الاجهزة المستخدمة في قياسه اذا بدي احكي عن جهاز اللي هو الباروميتر الجهاز الضغط اللي بيئيس للضغط الباروميتر فيه منه زئباقي وفيه منه في لزي الوحدة المستخدمة في قياس الضغط الجوي اللي احنا اخذناها الفصل الاول باسكال في عنا وحد اخرى في عنا اللي هي نيوتن لكل متر مربع اللي هي القوة المؤثرة في وحدة المساحة او ممكن في عنا كمان اللي هي وحدة الميلي بار شو العوامل اللي بتأثلي بالضغط الجوي حكيناهم اللي هي الارتفاع عن مستوى سطح البحر والحرارة فسر لماذا تشعر بطنين في الاذنين عندما تكون في سيارة متجهة نزولا الى البحر الميت مرات احنا بنحكيها بشكل عام منقول والله يموما دينينا سكروا واحنا نازلين على البحر الميت السبب اللي هو بنشعر بالطنين لانه صار في عندي اختلاف في قيم الضغط الجوي ما بين عمان وما بين البحر الميت فبالتالي البحر الميت لانها قريبة من سطح الارض يعني عمود الهواء عندها طويل ضغط الهواء عندها عالي فاذا هي منطق الضغط الجوي مرتفع بينما بعمان طول هذا العمود رح يخف فاذا الضغط الجوي رح يقل فاذا انا عم بنتقل قاعد من منطقة مختلفة في الضغط الجوي لمنطقة اخرى تختلف عنها في الضغط الجوي اشي طبيعي رح يختلف عندي الضغط المؤثر على الاذن خصوصا انو في عندنا احنا سائل جوه الاذن هو الي بتحكم في إتزان الانسان فبصير الضغط على هذا السائل والغشاء المحيط فيه خارج الاذن غير عن الضغط اللي بيكون داخل او في بعد هذا الغشاء تمام فبصير فيه عندي التوازن شوي بصير فيه خلال بتحس الديني نسكر وصار الضغط على الاخشي الموجودة داخل الاذن صار الضغط خارج الغشاء غير عن الضغط داخل الغشاء احنا هذا الحكي ما رح نحكيه ما رح ندخل شوي علوم الأرض نحكي شوي بالأحياء رح نحكي فقط بسبب اختلاف الضغط الجوي بين منطقتين مختلفتين حيث أنه عند البحر الميت ضغط الجوي يكون عنده مرتفع هيك إحنا منكون يا سابع خلصنا التقويم والتأمن زي ما أنتوا شايفين بيضل علينا أسئلة الفصل وأسئلة الوحدة باتمنى أنكم تحلوهم موجودين عندكم أسئلة الفصل صفحة 141 أسئلة الوحدة موجودين عندنا بصفحة 144 زي ما أنتوا شايفين و 145 بتمنى أنكم تحلوهم تبعتول إياهم عشان نحط عليهم علامة تقييمة قبل الأخيرة لأنه إن شاء الله رح أرفق مع الأسبوع الجاي ورقة عمل بتخص هاي الوحدة الأخيرة اللي بلاش نشرح فيها دمتم سالمين شكرا لكم